خلينا نروح لهيسم أبو خليل أكثر المرعوبين بعد سامي كمال الدين تعالوا نشوفه وهو هيسم وصل لمرحلة عندنا فيديو يا شباب تعالوا نشوفه الناس في الآخر يتم كلبشته وترحيله الموضوع ده أيضا يحتاج أن احنا نتكلم مع بعض بكل شجاعة هل انقسامنا وفرقتنا هي سبب اللي وصلت أن محمد العفيز يتم ترحيله عشان ما فيش حد كل واحد بيلقي المسؤول على الآخر طب انت تكلم عن جانب التركي طب انت تكلم عن جانب التركي وفي آخر محدش أغاس هذا الشاب ولكن تعالوا نتهم أنفسنا شوية ونشوف التقصير اللي حل بينا وده حصل إزاي وزاي ده ما تكررش تاني والغلط وانا غلطت وشوف يتم حزبته إزاي هو خايف أنه يتكرر تاني وفي كلامه بيقول تقصرنا وانقسامنا لو انت ركزتوا في الكلام بيقول انقسامنا لأنه فيه ده هيسم وخليل فيه خلافات وصلت إلى مرحلة التخوين بين الإخوان المتوجدين في تركيا زي ما قلت في البداية الحلقة وهو بيقول مش عايزين انقسامنا يؤثر على هذا الأمر ونلاقي بعد شوية فيه تسليم آخرين هو خايف على نفسه مثلا أنا بقول له بقول لي سامي كمال الدين وبقول لي أيمن نور وبقول لي مرتز مطر وبقول لي محمد ناصر كلكم جايين جايين